تجدد التهديدات بدورة عنف أخرى في مدينة عدن فهذا المجلس الانتقالي الذي تشكل بدعم من أبو ظبي في الرابع من مايو من عام 2016 يهدد في بيان الله بالتصعيد في وجه الحكومة باسم شعب الجنوب يأتي ذلك فيما لم تنضي سوى ستة أشهر على أخطر موجة عنف شهدتها عدن منذ دحر الانقلابين منها في صيف 2015 عندما هاجمت وحدات عسكرية قريبة من هذا المجلس وحدات الحماية الرئاسية في عدن لما وصف آنذاك بأنه محاولة انقلابية ضد الحكومة التهديدات الصادرة عن الانتقال تصدر في توقيت وصفه المراقبون بالمريب غرابة الأسباب التي أوردها في أحدث بيان الله ومنها ما اعتبره عدم إجادة الحكومة وإدارتها للتنسيق مع دول التحالف لحلحلة الأمور السياسية والاقتصادية وكذا عدم الاستفادة من المنح المقدمة من السعودية والإمارات على نحو يعزز الاعتقاد لدى هؤلاء المراقبين بارتباط تحركات كهذه بجولة جنيف المرتقبة التي دعا إليها المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث ورحبت بها الإمارات على لسان وزيرة الدولة للتعاون الدولي ويراد للانتقال أن يكون أحد أطرافها المحتملين يتذرع الانتقالي الجنوبي بتدهور الأوضاع المعيشية والأمنية في وقت تملأ فيه القوات الموالية له شوارع عادا فيما تطال الاغتيالات والتفجيرات شخصيات وأهداف تقع في اللائحة نفسها التي تضم خصوم الانتقال والإمارات معا في المحافظات الجنوبية المحررة بيان الانتقالي الموالي لأبوظبي في عدن قوبل بانتقادات حادة من جانب صحفيين وناشطين بارزين في عدن الذين اعتبروا تحركات الانتقال ابتزازا واضحا للرئيس هادي وحذروا من أية محاولة من جانب الانتقال لتزعم احتجاجات شعبية في عدن ضد الحكومة وللمطالبة بإصلاح الأوضاع وخفض الأسعار يكرس هذا المجلس نفسه كأداة حصرية لأحد أهم اللاعبين الخارجيين في الساحة اليمنية فيما تزداد حزلته السياسية ويستمر حضوره في الضمور ويبرز أكثر في هيئة تشكيلات شبه عسكرية تتهيأ لخوض مغامرة جديدة في حضرة الرئيس هادي الذي عاد إلى عاصمة اليمن المؤقتة بعد غياب طويل